السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكلهم تبعيني الكرام معكم نونة الحجيري النهاردة هنعمل مع بعض وجبة شهية جدا للغدا او للعشاء سندوتشات لحمة دمار سندوتش لحمة من الاخر لا تقولوا شاورمة ولا تقولوا اكل المطاعم تعالوا نعملو على طريقة نونة وباذن الله ينل اعجبكم باضافة سوس الجبنة السايح برضو على طريقة الخاصة هنعملو بخطوات بسيطة جدا وكمان التدبيل وصوس اللحمة رائع جدا مش هيختلف عنه كتير عن اللي بنكلبه من بره غير انه احلى واشهى وانضف واوفر من الجاهز شكل سندوتش قد ايش اهي ويفتح النفس لون اللحمة رائع جدا كمان السوا بتاعه مااخدش وقت كتير في تحضيره يلا بنا ندخل ونشوف مع بعض الفيديو ونشوف المعادير وطريقة التحضير متنسونيش لايك واشتراك في القناة للي اول مرة يشرفني يلا بنا بسم الله اول حاجة هنحضر مع بعض الصوس بتاع اللحمة والتدبيلة عندي مقدار ربع كباية صغيرة من الصوايا الصوس او مقدار اربع معالق كبار وحضيف عليهم ملح وفلفل اسود معالق صغيرة وطوم بودر ورشة خفيفة من القرفة وممكن كمان اضافة السبع بهارات او اضافة بهارات اللحمة لكن انا اكتفيت بالبهارات دي عندي مقدار نص كيلو من اللحمة اللي ستيك مقطعها شرايح صغيرة جدا زي ما احنا شايفين او مكعبات صغيرة والخضروات بصل وفلفل الوان ممكن اضافة فلفل حراء طبعا على حسب الرغبة اول حاجة حطيت التصع على النار وفيها معلقتين كبار من الزيت اول الزيت ما سخن نزلت فيه بقطع اللحمة وحبدأ اشوحها لحد لونها ما يختلف كده ويبان معايا حضيف عليها الخضروات البصل والفلفل الالوان وديهم تقليبة وحنزل عليهم بالصوص اللي حضرناه مع بعض وحقلبهم وحوط عليهم النار وهغطيها واسبها لما تستوي وما يبقاش فيها السوال بتاعتها بتبقى اتبخارت وحيبقى لون اللحمة غالب عليه لون الصوص زي ما احنا شايفين انا استخدمت الصويا الصوص غامق فيه صويا الصوص فاتح حيفرق معانا في لون اللحمة هنا تحضير صوص الجبنة جبت كسرولة وحطيت فيها قطع من الجبنة الشيدر وحضيف عليهم 3 معالق من اللبن الحليب اللبن لازم يكون اقل من كمية الجبنة علشان يدينا السمك بتاع الجبنة وحرفوه على نار هادية وحستمر بالتقليب لحد لما نشوف القوام بتاعتها يبقى ازاي ادي شكل القوام بتاع صوص الجبنة خلاص جده جاهزة على التقديم وعلى اني اشتغل بيها ادي شكل اللحمة بعد ما استوت حطيتها في السندوتشات وحبدي اقدم سندوتشات اللحمة هنا هضيف عليهم صوص الجبنة شايفين شكل الصوص بيمط ازاي صوص الجبنة ده موفر لي لانه هنا انا مش هستخدم غناني عن الجبنة المتزرلة كمان بيبقى المطة بتاعته بينة جدا يعني مش محتاجة ان انا احط الجبنة فوق اللحمة وادخلوا الماكرويف الوصفة دي اكيد بتبقى سهلة على الناس اللي مش عندها ماكرويف خلاص كده بعد ما ضفت صوص الجبنة فوق اللحمة جاهزة على التقديم مش قادر اقول لكم الريحة بتاعت اللحمة باضافة طبعا الجبنة السايحة عليها والطعم رائع ازاي وفوق الطحفة ده غير ان هي شهية جدا ومشبعة وكمان عملت معايا كمية من الصندويتشات هنفتح صندويتش ونشوف شكله من الداخل بجد يستاهل التجربة ما تنسونش يا جماعة اللي اول مرة شوف فيديو معايا على القناة يشرفني بالاشتراك مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولايك للفيديو صحتين وهنا علق لكم يا رب كانت معكم لنا الحجاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة